السلام عليكم و مرحبا بكم معي في القناة من جديد كانت من ربيتكم و كلكم بخير و على خير و انتم تشوفوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي في فيديو جديد و بخبار جديدة اليوم يشاء الله يعني واحد القرار اللي وزوي بزاف و خبار جديدة كتفرح سنشاركها معكم اليوم في الفيديو سنعطيكم القرار اللي تصدر يلا غير دابة اللي يصدرون المغريب عن استئناف الرحالات الجوية امتداء من التلتاء بطرخص استثنائية و سننهضر لكم كذلك على عمليات مرحبا اللي واش غادي تكونوا ولا الله و يعني هاد الشي غادي نشرح لكم كامل في هاد الفيديو دونك بقوا معي حتى الاخرين ان شاء الله و ما تنسون شمالي لايك اللي لايك ديلكم كتشجعني والتعليق تائما دونك كما كتعرفوا يعني كل شي كتسنى واش الحدود تحلوا ولا ما تحلش ولكن يعني المغريب صدر القرار يعني يعلن استئناف الرحالات الجوية بتداء من التلتاء بطرخص استثنائية غادي نشرح لكم هاد الشي كامل يعني وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ذكرت بذكرت يعني ذكرت بلاغ بان سلطات المغربية اتخذت اجراء التدريجية الجديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج الى الترب الوطني هاد الشي دي جاقلناه و كذلك ان هاد الخطوة اللي داروها يعني تدل على مؤشرة ايجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية و انخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد ولهذا يعني انطلاق من هاد الاجراءات لدارو فتيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج الى ارض الوطن فمن المقرر استئناف الرحالات الجوية من و الى المملكة المغربية ابتداء من يوم 13 يونيو 2021 يعني هذا هو القرار اللي صدره غير اليوم صراحة خبر مفرح بزاف وزمين الناس يعني سواء اللي كانوا في اوروبا او في المغرب يعني اللي بغوا يجيوا او اللي بغوا يمشيوا يعني قرار بفتح الحدود يعني بانطلاق الرحالات او بالاحرى انطلاق الرحالات استئناف الرحالات الجوية ابتداء من الثلاثاء 15 يونيو و كذلك وضحت الوزارة بانه بغض النظر يعني على كل مجال الجوي للمملكة مازال مغلقا فان هذه الرحالات ستتم في اطار تراخي ستنائية يعني على الثاني كينا دارو هادشي في اطار تراخي ستنائية وبالنسبة يعني هاد العملية ستجري وفق مغاربة مقاربة تزوج بين الانفتاح التدريجي يعني بالتدريج أخدا بعي الاعتبار تطور وضعية الوبائية الوطني والدولي والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا لمنع انتشار فيروس كورونا يعني هادشي لقات الوزارة المغربية يعني حالة الوبائية في المغرب وكذلك في الدول الاخرى اللي غادي تحلم معها وتستأنف معها الرحالات وفي اطار تم تصنيف الدول الى قائمتين على اساس توصية وزارة الصحة وبناء على المعطاية الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية او التي تقدمها الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية يعني غادي صنفوا عتاني الدول الى قائمتين غادي حلو ولكن كما قلت لكم اغاشرح لكم هاد القائمتين كان قائمة الف وقائمة با غادي نشرح لكم بالنسبة القائمة الاولى يعني صنفوهم الى جوشق الوائح لائحة الاولى لائحة الف يعني تشمل كل بلدة التي تتوفر على مؤشرة ايجابية ما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية وخاصة انتشار هذا الفيروس الجديد حيث يمكن المسافرين القادمين من الدول لو كانوا مواطنين مغربة او اجانب مقيمين في المغرب او مواطنين لتلك الدول او اجانب مقيمين بها يعني الولوج او الدخول الى التراب الوطني المغربي اذا كانوا يتوفرون على شعه هذا التلقيح او نتيجة سلبية لاختبار بي سي ايه غير عود الى اقل من 48 ساعة من تاريخ خلوج الدرب الوطني يعني كنتم بنا تفهموا انا انا اشترك لكم يعني بالنسبة لائحة الف باختصار كتشمل كل دول او البلدان اللي عندهم حالة وبائية مستقرة يعني اه جميع دول الاتحاد الاوروبي فرنسا اسبانيا المانيا يعني قاعد الدول الاوروبية اللي فيهم الوباء يعني حالة وبائية مستقرة وبنسبة للشروط للولوج الى التراب المغربي يعني الدخول الى المغرب فخاصه يكون هناك واحد الشهدة تلقيح او نتيجة بي سي اغلية يعني تست ديال كورونا اللي تقديروا قل من 48 ساعة من تاريخ الدخول المغرب يعني هذه مش شروط بالنسبة للخاصة باللائحة الف والبولدان راني ذكرتهم يعني قاعد دول اللي فيهم حالة مستقرة ومن ضمنها دول الاتحاد الاوروبي ويستفيد لحاملوا شهادة التلقيح الاجنبية من الامتيازات نفسها التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطني المغرب داخل التراب الوطني يعني كما عرفت المغرب دار واحد الشهادة تلقيح كذلك بالنسبة للناس اللي يدخلون المغرب وعندهم داخل المغرب او خارج المغرب يعني هناك امتيازات للناس اللي عندهم هذه الشهادة تلقيح كذلك بالنسبة للناس اللي يدخلون المغرب وعندهم ديك شهادة ديت القحرة غادي يكون حتى افضل بالنسبة لهم هادشي فيما يخص اللائحة الاولى اللي هي لائحة الف وهو دوم الشروط اللي خاصهم يكون عندهم إلا غادي يدخلوا غادي ينتقلوا دبا ان شاء الله اللائحة التانية اللائحة با بنسبة لهاد اللائحة با فتهم قائمة حصرية لمجموع الدول غير المعنية بإجراءة تخفيف الوردة في اللائحة والتي تعرف انتشار السلالة الجديدة وغياب إحصائية الدقيقة حول الوضعية يعني باختصار المرات تقليفة هم الوباء جديد او لا ما فيهاش حالة يعني صحية ومستقرة وكذلك مراقبة يعني الوضعية الوبائية غير الوضعية فيها غير دقيقة يعني وبالنسبة للشروط المسافرين اللي غادي يجيوا منها من هاد الدول اللي كي نفل إحابة خاص يكون عندهم تراخي سيستنائية قبل الصفر يعني موتيف أمبيغيو ضروري والإدلاء باختصار يعني التس دي الكورونا يكون سلبي أقل من 48 ساعة عام تاريخ الولوج الى الطراب الوطني ثم الخضو على الحاجر صحي مدته عشرة أيام سمعتو؟ يعني وضحت لكم كالشي باش تهموا كل شي حيث بزاف دي النس دائما التساؤلات وخاكات شرحي في الناس ذلك الشي اللي كان المصدرك فيما هو صحي ولكن ضروري من الأسئلة المهم هذا هو مجوشة اللوائح اللي اسم لكم المغرب هذا الشيء اللي شرحت لكم بالنسبة القائمة الثانية وبالنسبة للشروط أي شرحتها لكم وكذلك يكون عندهم واحد الترخيص السيطنائي قبل الصفار يعني واحد الوثيقة فيها السبب رئيسي أو لا سبب للصفار أو ترخيص للصفار كذلك الحاجر الصحي مدته عشرة أيام ضنكاد هما الجوش القوائم اللي ذكرت لكم ألف وباء وبنسبة الوزارة المكلفة بالشؤول الخارجية والصحة والسياحة ستخضع اللائحتين لتحيين دوري على الأقل مرتين في الشهر يعني ضروري يكون هناك واحد يعني مراقبة لهذه اللائحتين دائما كل شهرين طف يعني هذا الشيء اللي شرحت لكم بالنسبة اللائحتين ألف وباء وبنسبة الدول ديال اللائحة ألف غير باش شفهم هي دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة غير المدرجة في اللائحة باء يعني كما قلت لكم دول الاتحاد الأوروبي بصفة عامة وبالنسبة اللائحة باء اللائحة الثانية فالدول اللي فيها فيها أفغانستان الجزائر الأنغولة الأرجنتية البحرين يعني بزاف بزاف الهند اندونيسيا إيرا العراق جمايكا كازاخستان بزاف ديال سودان سومال جنوب إفريقيا جنوب سودان سوريا اليمن وزامبيا وما يمجع هذه الدول تدخل في القائمة الثانية والأولى راها بينا كما شرحت لكم دونك هاد الشي اللي بغي نشرح لكم في هاد الفيديو بنسبة القارة جديد اللي صدرته وزارة الوزارة المغربية بنسبة الاستئناف الرحلات الجوية وبنسبة العمليات العبور بحرا بنسبة الرحلات البحرية فستتم انطلاقة من نقاط العبور البحرية نفسيها التي تم العمل بها خلال السنة الماضية وفق شروط صحية محددة أعلى يعني غديتم بنفس العملية اللي كانت بها العام الفيت يعني السنة الماضية وفق شروط صحية بالنسبة الشروط اللي ذكرتها كاملة في الأول هي اللي محددة بالإضافة إلى تحليل اللي سيدلون به لركب البخيرة يعني غادي يكون هناك أيضا سيخدع له الوافدون ثاني خلال رحلة توخية لأقصى درجة السلامة الصحية لهم ولدويهم يعني غادي يعودوا واحد تيست واحد أخر يعني أثناء ركب في البخيرة غادي يكون هناك واحد تيست بي سيئغ آخر غادي يكون ضروري يعني التوخية لدرجة السلامة الصحية لقاعد الناس وصف هذا الشي اللي كان بالنسبة للعمل يعني السئناف رحلة الجوية والبحرية وبنسبة للشروط يعني شرح لكم كل شيء وبنسبة القائمتين كذلك كل القائمة والدول اللي الموجودة فيها وكذلك الشروط اللي خاص تكون وصف يعني شليكين وهذا هو الخبر جديد اللي تصدري غير ذابة هذا هو الفيديو دي اليوم كاتمنى إنا الإعجاب ديلكم وتستفضوا إلا كنتوا إلا أعجبكم الفيديو دائما لا تنسوا لي اللايك ديلكم والتعليق ديلكم أسفل الفيديو اللي عندها شي سؤال فمرحبا بكم وإلى اللقاء إلى الفيديو المقبل لا لا